انت دخلت نادي الاهلي نادي جماهيري واستلى من الرياضات الجماهير النادي الاهلي بتكون مركزة كمان معها لانه فيه تنافس مع الزمالك وفيه تنافس مع الاتحاد السكندير فيه من الرياضات المحتوита عليها spot light محترم جداً من قبل جماهير النادي الاهلي التواصل بقى عاملة ازاي معاك اللقاءات مع الجماهير بقى عارفينك عارفين انت مين وجاي ليه وبقى فيه بقى شوية توصيات كابتن احنا عايزينك الحاجات الäh taal ده تعاملت معه ازاي? لا اول حاجة يعني من ساعة ما مضيت انا مبالي بجد يعني يما سجيت انا اول مرة اشوف حاجة كده بجد يعني انا بشكر كل الجماهير على دعمها وفي ناس كمان يعني ملحيتش رد عليها من كتر ما لدعم انا 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 فجئت ان في ناس بجد بتحب النادي الاهلي كده. في ناس يعني بتشجع النادي. لو حلو ان بيشجعوا غير الكورة يعني. اه يعني في ناس مهتمة كمان بالبسكت يعني انا انا واحد شاف ان البسكت اللعبة يعني الاهتمام بها عالي دي حاجة كويسة جدا. فانا يعني لما لقيت الاهتمام ده بلعبة البسكت و وان هما مهتمين كده بالصفقة ومهتمين بها كده دي حاجة طبعا اديتني حمس يعني جدا ان انا لازم افرح الناس دي وما ينفعش ان انا اغزلهم يعني لازم اعمل عليا مية في المية. لازم انعب كل موتش ان هو انهائي. لازم افرح الناس دي. فطبعا انا يعني بشكر كل الناس اللي بعتلي مسجلات انا بجد يعني موبايلي انا فجئت يعني باللي حصل بس. يعني مسئولية كبيرة اعتقد بتحطت عليك. والجماهير اكيدة تكون مستنية منك تقدم كتير. بس هو اعتقد ده براشر الدخول تحت بقى مضلة. انا بلعب في نادي جماهيري وجماهيري كبير. فهنشوف ان شاء الله تقدر تكون بتقدم في ايه. طيب ايه افضل موسم انت حققته مع نادي سموحة على مدار كده وكونك موجود مع الفريق الاول. انا مع نادي سموحة حققنا تالت افريقيا. دي كان موسم كويس جدا حققنا في تالت افريقيا. والموسم اللي بعديه حققنا تاني دوري. فدول احسن موسمين حققنا فيهم. ان احنا كنا كانت فرة كويسة جدا. كنا تدعيم كان كويس اوي فيها. عملنا موسم كويس جدا فيها. فاخدنا يعني بطولة تالت افريقيا دي كانت اول مرة لعب بطولة افريقيا اندية. فدي كانت بنسبالي حاجة طبعا كويسة جدا. وزدتني خبرة طبعا يعني والتاني دوري دي برضو كانت بالنسبة لي حقا كويسة بس